السلام عليكم أخوتي أخوتي مرحبا بكم على قناة الحميدين إذن من خلال هذه الحلقة سأحلل نص نظري وهذا النص فهو يقدم من خلال الامتحان الوطني الموحدة البكالورية الدورة العادية 2015 إذن هذا النص درس النصوص 14 نقطة إذن عنوان هذا النص علم الاجتماع الأدبي إذن من خلال العنوان نستنتج على أن العنوان أو نفترض أن العنوان سيتحدث عن المنهج الاجتماعي إذن سأقرأ النص ثم سأشرح فقرة بفقرة باش طبعا تفهموا النص جيدا ثم بعد ذلك عددوا إلى الأشياء الأخرى إن العلاقة بين الأدب والمجتمع علاقة قديمة جدا إذن يقدم لنا الكاتب العلاقة التي كانت قديمة والتي تربط الأدب بالمجتمع وهذا ما جعل بين الأدب وعلم الاجتماع وشائج قوية إلى حد تخصيص فرع من فروعه لدراسة ظاهر الأدبية سمي علم الاجتماع الأدبي إذن قدم لنا الكاتب أو صاحب هذا النص العلاقة بين الأدب والمجتمع وأسس ظهور علم الاجتماع الأدبي فقرة الثانية وعلم الاجتماع الأدبي أو السوسيولوجيا الأدبي يهتم بالأدب بوصفه ظاهر الاجتماعية مثل كثير من الظواهر الاجتماعية الأخرى إذن يهتم مباشع علم الاجتماع الأدبي يهتم بوصفه ظاهر الاجتماعية مثل كثير من الظواهر الاجتماعية الأخرى وهو يدرس أركان الأدب الثلاثة الأركان الأدب التي يدرسها الأديب بما أن أخر أي الكاتب أو المؤلف والأثر الأدبي الأثر أو الأشياء التي جعلت مثلا الكاتب يكتب وهي تظهر وبادية في كتاباته والقارئ المفترض الذي سيقرأ ذلك العمل الأدبي من الزاوية الاجتماعية دائما ليس من الزاوية الاقتصادية أو الزاوية السياسية وإنما من الزاوية الاجتماعية أي أن علم الاجتماعي الأدبي يحاول أن يبين العلاقة بين الأدب والظروف الاجتماعية المحيطة به وهذا يفيد في إلقاء أضواء متعددة على الظاهرة الأدبية كما يفيد في فهم المجتمع وبعبارة أخرى فإن دراسة الظاهرة الأدبية باعتبارها ظاهرة اجتماعية تفيد دارسي الأدب ونقاده كما تفيد علماء الاجتماع أنفسهم طبعا إذن قدم لنا صاحب هذا النص من خلال هذه الفقرة أي الفقرة الثانية اهتمامة علم الاجتماع الأدبي إذن يهتم بدراسة أركان الأدب ويبين علاقة العلاقة المجتمع بالظاهرة الأدبية إذن سأنتقل إلى الفقرة الثالثة إذن لقد أثر علم الاجتماع الأدبي تأثيرا كبيرا في الحركة النقدية والأدبية العالمية إذن حينما ظهر علم الاجتماع الأدبي فقد أثر تأثيرا كبيرا على الحركة النقدية الأدبية العالمية وقدم لها فوائد من خلال الدراسات المتعددة التي ألقت بأضواء ساطئة على الظاهرة الأدبية إبداعا وطبيعة ووظيفة كما أثر على العوامل المؤثرة في تطور الأدب وفي تغيير المدارس الأدبية وفي ظهور أنواع أدبية جديدة وفي الكتاب وانتماءاتهم كما قدم لها هذه الحركة فوائد من خلال الاهتمام بمسألة الضوق العام ونوعية القراء وطبيعة استجاباتهم للأعمال الأدبية إذن قدم لنا الكاتب في الفقرة الثالثة فوائد علم الاجتماع الأدبي على ماذا؟ على الحركة الأدبية على الحركة النقدية الأدبية وأثره أي أثر الأدب الاجتماعي عليها إذن هذه الفقرة الثالثة سأنتقل إلى الفقرة الرابعة ولعل تعدد هذه الاهتمامات والموضوعات هو ما جعل علم الاجتماع الأدبي انقسم بدوره إلى فروع متعددة فهناك علم الاجتماع القراء وعلم الاجتماع المؤلفين وعلم الاجتماع الموزعين وعلم الاجتماع الأدبية إذن يقدم لنا الكاتب من خلال هذه الفقرة تعدد فروع علم الاجتماع الأدبي وقد أحصاها حينما قال وعلم الاجتماع المؤلفين إذن أحصاها إلى عدة فروع سأنتقل إلى الفقرة الخامسة وإذا كان علم الاجتماع الأدبي يهتم بالعلاقة بين الأدب والظروف الاجتماعية فإننا نجد مواقف متعددة لعلماء الاجتماع تتباين إلى حد التناقض حول رؤية طرفي العلاقة أي حول النظر إلى الأدب من جهة والنظر إلى المجتمع ونشأته وتركيبه وتطوره من جهة ثانية مما يؤدي إلى وجود مفاهيم ومستويات متعددة لعلم الاجتماع الأدبي ذاته فهناك علم الاجتماع أدبي يهتم بتفسير نشأة الأدب وماهيته ووظيفته على اعتبار أنه شكل جمالي له دلالات جماعية وهناك علم الاجتماع أدبي يهتم بالبحث عن صورة المجتمع داخل الأعمال الأدبية إذن من خلال هذه الفقرة فقد خصصه الكاتب الحديث عن مستويات ومفاهيم علم الاجتماع الأدبي إذن تتعدد بتعدد مواقف العلماء من العلاقة بين الأدب والمجتمع وتبايناتها أو تبايناته طبعا إذن والفقرة الأخيرة فهي جاءت على الشكل التالي وأخيرا فإنه لا بد أن تكون قراءة دارس الأدبي لمعطية علم الاجتماع جزءا من عدته الأساسية فهو يفيده في مستويات متعددة إذا أحسن استخدام نتائجه طبعا إذن من خلال هذه الفقرة أي الفقرة الأخيرة فقدم لنا فيها الكاتب أهمية استفادة دارس الأدب دارس الأدب من نتائج إذن استفادوا من نتائج علم الاجتماع الأدبي إذن سأنتقل إلى الأسئلة قبل ذلك إذن صاحب النص والشكر عزيز ماضي إذن سأنتقل إلى الأسئلة أكتب موضوعا إنشائيا وفق تسميم منهجي متكامل ومنسجيم تحليل فيه هذا النص النظري إذن النص النظري مستثمر المكتسبات كالمعرفة واللغة والمنهجية ومسترشدا بما يأتي إذن أول شيء طلب منات طير النص ضمن المناهج النقدية الحديثة والسياغة فردية لقراءة إذن لابد أن نسوغة فردية لقراءة هذا النص وكما قلت لكم الفردية لكي نسوغة الفردية فلابد أن نحلل النص تحليلا دلاليا وتركيبيا إن استطعتم ذلك وأيضا ملاحظة النص شكل النص فإنه نص يتكون مجبوعة من الفقرات ثم إذا أمكن أن تلاحظوا بداية النص أن تقدموا تحليلا لبداية النص ونهاية النص ثم بعد ذلك مباشرة تتجهون إلى صياغة فردية أما فيما يخص المقدمة فأنا إن شاء الله سنخليها لكم في صندوق الوصف من خلال الرابط يعني اللي سنخليها لكم سنشير له سنخليها لكم في صندوق الوصف إذن سؤال ثاني تحديد القضية المحورية التي يطرحها عن نص إذن ما هي القضية الأساسية أو الفكرة العامة إذن القضية المحورية حينما نتحدث عن القضية المحورية فإننا نكون في صدد الحديث عن النص النظري التي يطرحها النص وجرد أهم العناصر المكونة لها إذن جرد أهم العناصر أي الأفكار الأساسية إذن إن صحة تعبير قد ندرع إلى الفكرة العامة ثم الأفكار وجرد العناصر الأساسية أي الأفكار الأساسية سؤال موالي إبراز الخصائص التي تميز علم الجماع الأدبي كما واردت في النص إذن دائما نقول لكم بأن السؤال الثالث في النص النظري فكيكون دائما كيتعطاء من خلال النص يعني غادي نجيبه من النص ما نجيبه وش مرة أصناع أو من شيء آخر وإنما غادي نستخرجه من النص سؤال الموالي وهو السؤال الرابع بيان طريقة المعتمدة في بناء النص إذن شمي هي الطريقة المعتمدة وش طريقة الاستنباط أو الاستقراء أو مقدمة عرض خاتمة إلى إذن ورصد الأساليب الموظفة في عرض القضية المطروحة إذن وما هي الأساليب التي اعتمدها الكاتب في النص ثم سؤال موالي صياغة خلاصة تركيبية لنتائج تحليل مع مناقشة أهمية البناء الجتماعي في دراسة الأدب وإبداء الرأي الشخصي إذن لاحظوا معي في التركيب أعطاونا نحن مجبوعة من المستويات إذن مناقشة أهمية البناء الجتماعي إذن يعتبر المنهج الجديد يحلل الضائرة الأدبية من المنطلقات الجتماعية إلى غير ذلك في دراسة الأدب وإبداء الرأي الشخصي ثم سأعطي الرأي الشخصي ديالك الخاص إذن سأنتقل إلى عناصر الإجابة إذن عناصر الإجابة جاءت على الشكل التالي إذن تأطير النص من المنهج النقدية الحديثة وسيغلت فردية لقراءته إذن تأطير المنهج أو المقدمة فأنا رأني أن أعطيها لكم كما سبق وأن أشرت لكن هنا أعطونا بعض الإشارات التي خاصنا نشرونها من خلال المقدمة إذن مقاربة النص الأدبي بمناهجه نقدية مختلفة المنهج الجماعي، المنهج النفسي، ثم المنهج البنياوي اعتبار علم الجماع الأدبي من المناهج الحديثة التي ظهرت في الغربي ومن رواده إلى غير دعا الرواد يعني الغربيين أو الرواد الأوائل للمنهج الاجتماعي وهو منهج يدرس الظاهرة الأدبية موظفاً معطيات علم الاجتماع وهو منهج يدرس الظاهرة الأدبية موظفاً إذن تعريف المنهج الاجتماعي إذن تأثر الكتاب النقاد العرب للمنهج الاجتماعي على مستوى التنظير والتطبيق أمثال إذن هنا هنا كما كتلاحظوا معي فهم يعني الرواد العرب إذن غالي شكري وإدريس النقوري ونجيب العوفي إلا هذلك إذن نتلقى من مؤشرات النصية الدلاء العنوان أو بداية النص والفقرات لصياغات فرادية إذن لابد كما قلت لكم أن تشيروا إلى هذه المؤشرات النصية لصياغات فرادية تحديد القضية المحورية التي يطرح النص وجود أهم العناصرها إذن القضية المحورية التي يطرح النص شنوية علم الاجتماع الأذبي ومجالات اهتمامه قضية القضية الأساسية أو الأفكار الأساسية إذن هنا حددنا القضية المحورية ده بغد نجيب إلى الأفكار الأساسية أو العناصر المكوينة لهذه القضية إذن العناصر المكوينة فقد أجبت عليها من خلال قراءتي للنص إذن الفقرة الأولى الفقرة الثانية الفقرة الثالثة ثم الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة والفقرة الأخيرة أي الفقرة السادسة وإذا عدتم إلى النص تجدون على أن النص ينقسم إلى ست فقرات أساسية طبعا إذن لكن هذه الفقرات هذه ما نكتبه مش به الطريقة هذه إذن النص شنو هو النص النص سنكتبه نص متكامل ومنسجم بمعنى آخر خذكم ديرونتما الروابط كيفاش نربطه ما بين هذه الفقرات هذه كلها إذن نربطه ما بين القضية المحورية ثم القضايا أو العناصر المكوينة لهذه القضية في النص متكامل مشي كنجابوها للأسئلة وإنما أشياء متكاملة إن شاء إذن إبراز الخصائص التي تميز علم الجمع الأدبي كما وردت في النص إذن اعتبار الأدب ظاهرة مرتبطة بمحيطها الاجتماعي إذن مشي ضروري أننا ندروا كوب بقوله وإنما ممكن نلخصه لكن كما وردت في النص إذن اعتبار الأدب ظاهرة مرتبطة بمحيطها الاجتماعي دراسة كل من الأديب والأثر الأدبي والقارئ من الزاوية الاجتماعية تسليط الضوء على الظاهرة الأدبي وإبراز العوامل المؤثرة فيها تفسير نشأة الأدب وماهيته ووظيفته البحث البحث عن الصور المجتمع في الأدب إذن إلى غير ذلك لكن مشي نذكره حين كل شيء إذن ذكرنا واحد الأربعاء ديال العناصر فإني كافة نعم إذن دائما كما قلت في إنشاء متكامل إذن بيان طريقة المعتمدة في بناء النص ورصد الأساليب الموظفة في عرض القضية إذن سنبين طريقة المعتمدة في بناء النص ثم سنرصد الأساليب الموظفة في عرض القضية إذن لاحظوا معي الطريقة المعتمدة إذن اعتمد الكاتب في بناء النص يحججي قائمة على التدرج وفق الخطوات الآتية هناك مقدمة وعرض وخاتمة وهناك أيضا من قد يعتمد الطريقة الاستنباطية وذلك انتقال من العام إلى الخاص فجوابه سيكون جوابا صحيحا لاش سأعود معكم إلى النص تلاحظوا مع النص إذن شنو قدم لنا في اللول قدم لنا العلاقة التي تربط بين الأدب المجمع يعني كبداية أو يعني مفهوم ثم بعد ذلك أعطانا خاتمة ولكن أيضا حتى مقدمة عرض خاتمة فهي صحيحة وما يؤكد ذلك عودوا معي إلى آخر النص وأخيرا إذن فهذه خاتمة خاتمة للنص طبعا إذن اعتمد مقدمة وكتدير مقدمة عرض خاتمة ماشي كتدير طريقة الاستنباطية وكتحبس وإنما كتشرح يعني ممكن أن المصحح يدير اللغة مثلا غير طريقة الاستنباطية وتحبس فغير صحيح إذن دائما مع التعليل إذن مثلا بحلنا مقدمة أشار فيها إلى العلاقة الوثيقة بين الأدب والمجتمع وظهور المجتمع الأدبي ثم تطرق في العرض رصد فيه الاهتمامات علم الاجتماع الأدبي وفوائدي وفروعي ومواقف علماء الاجتماع في العلاقة عفا علاقة الأدب والمجتمع ثم خاتمة أكد فيها أهمية نتائج علم الاجتماع الأدبي ثم الأسأل بالموظفة إذن موظف الكاتب والأعرض القضية الأساليب اللغوية وحجاجية لغات قريرية نقصده باللغة قريرية أي اللغة المباشرة وغات عطائه ماذا نقصده باللغة المباشرة أي ضد اللغة الإيحائية اللغة الإيحائية دائما قد تلقاوها في الشعر مثلا في الشعر تحدير إذن الإيحاءات والنزيحات إلى غير ذلك عكس اللغة التقريرية اللي كتكون لغة مباشرة كما يعني جاء في هذا النص وكتعطيه تعطيه يعني أدلة على ذلك ثم التوكيد توكيد إنه إلى غير ذلك ثم التعريف عرفة إذن وغات عطيه نموذج من النصي ثم الشرح والتفسير أيضا غتعطيه أدلة وحجج من النصي ثم التعليل إلى غير ذلك من النصي ثم هناك أيضا الاتصاق التركيبي والاتصاق الدلالي والاتصاق المعجمي إذن كين فيكم اللي غد يتلف هذه الاتصاقات التركيبية والاتصاق الدلالي أنا أنصحكم بأنكم فقط تدروا الأساليب وتقولوا اعتمد مثلا الناقد أو الكاتب في نصه أساليب لغوية حجاجية و يعني اتصاقية ومباشرة تجيوا يعني تكتبوا هاد الواصل والعاطف بلا ما تشيروا تقولوا بأتلا بأنه الاتصاق التركيبي أو الاتصاق لأنها كين فيكم اللي غادي يتلف وما غاديش طبعا يعقل شنو كتكون مثلا في اتصاقات دلالية وشنو كيكون عندنا في الاتصاقات التركيبية ثم بالتالي غتشير لونتي في الأول لأن اعتمد أساليب لغوية حجاجية واتصاقية ومباشرة تهبط أما يعني اللي مثلا يقدر يضبط مثلا الاتصاقات تركيبية والاتصاقات دلالية والاتصاقات المؤجمية والأشياء اللي كتكون في الاتصاقات فهلا بأس بذلك إذن عما التصاق التركيبي فاعتمد أو اعتمد فيه الوصل بأدوات بأدوات العطف حلوة فيه إلى غير ذلك والتفسير بحل مثلا أي حينما فسر لنا ذلك مثلا سأعود إلى النص باش نعطيكم دليل مثلا نشوفه معي هنا أي إذن كيشرح لنا إذن هذه آدات من أدوات التفسير التفسير والاتصاق الدلالي كاستعماله مثلا الضمائر والإشارات نقصده بالاتصاق الدلالي أي الأشياء التي لها دلالة معينة حينما نقول كاتب الضرصة ما نكتبه أي هو إذن هنا دلالي تتدل على شيء معين ثم الاتصاق المعجمي كل ما له علاقة بالمعجم بحل مثلا التكرار مما إذن شنو العلاقة هنا حقيقة مما أسهم في تقوية مظاهر الاتصاق النص هنا إني غير فقط إني غير شالوا لها وموصف أما ما طرحوه لنا في النص هنا ما قالوا إني مثلا شنو هي الوظيفة هذه الاتصاقات هذه ثم خاتمة سياغة خلاصة تركيبية نتائج تحليل مع مناقشة أهمية لبناء الاجتماعي في دراسة الأدب وإبداء الرأي الشخصي هذا يراع في تقويم هذا المطلب قدرة المترشع لما يأتي سياغة خلاصة تركيبية نتائج تحليل وتمحيص الفرادية القراءة إذن ضروري تمحيص الفرادية كنديرها في الأخر هذه الفرادية تحليها في الأول كما قلت لكم وكما أقول دائما ممكن أن تكون فرادية صححة ويمكن أن تكون فرادية خاطئة فين كنأكدو ذلك في الخاتمة الخاتمة اللي كنقوله فعلا بأن وش هذه الفرادية كانت صححة أولا فرادية كانت خاطئة مناقشة أهمية المناجتماعي في دراسة الأدب ثم إبداء الرأي الشخصي ديالك أنت إذن إخوان لتفرج في الفيديو من الأول حتى للأخر وأخدم هذا المنهج هذا فإن نغادي إلى كتبتي الخاتمة كون أن الخاتمة تكون عليها ربعا النقاط كتبها ليا وخليها ليا في التعليق أسفل الفيديو وأنا إن شاء الله سنجاوبك عليها واش خاتمة تحترم هذه المعايير أو أنها خاتمة ناقصة أو أنها خاتمة فيها الأخطاء مهم أنا سأصححها إن شاء الله إذن أضرب لكم موعدا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله